موسيقى مساء الخير طلائع ساحة النجم لا تبشر بالانفراج على خط قانون الانتخاب والانقسام العمودي بين القوى السياسية تظهرت صورته بتقديم كل فريق سياسي نسخة طبق الأصل عن مصالحه الانتخابية قطار النقاش انطلق على أن تكون له محطتان أسبوعيا كل ثلاثاء وخميس محطة اليوم غاب عنها أستاذ المجلس فأدارها نائبه في الشكل نقل النقاش من الشاشات والمنابر إلى قاعة المجلس النيابي في المضمون كل فريق غرد مع سربه فاختلط قانون الستين بالنسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بالدوائر الصغرى الموزعة على خمسين دائرة لكن الخبر اليقين كان في عين التيني ومرسال من جملات إلى رئيس المجلس أبلغه أن لا قانون يعلو فوق الستين ونعم لإجراء الانتخابات في موعدها وبينما كان وزراء النضال في عين التيني كان الديمقراطي في بكيركي في زيارة هي الأولى لرئيسه طلال إرسان إلى الصرح حيث طالب بالنسبية قانونا لإلغاء طابع التسلط والاحتكار وعلى مقربة من الصرح أطل الرئيس ميشيل سليمان من جبيل عبر الشاشة حاملا صوت المغتربين في احتفال صوتنا للوطن مدافعا عن حقوقهم في الاقتراع واستعادة الجنسية وأبعد من الميناء الجبيلي يحط الصوت اللبناني في الأمم المتحدة والكلمة المرتقبة في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت يلقيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المنبر الأممي مسبوقة بلقاء ثنائي بين ميقاتي وبنكيمون لم ينأ عن الآثار الإقليمية والآثار غير المباشرة للأزمة السورية على لبنان وتحت سقف أممي واحد تحدث كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدوه بن يمين نتنياهو أما الرد فكان من حماس التي اعتبرت خطاب أبو مازن أعلان فشل لاتفاقية أوسلو وقالت إن عباس كان ضعيفا ومحبة والأجدر به نعي المفاوضات وعملية التسوية وفي كلمته أطلق الرئيس الفلسطيني حملة أممية بهدف الحصول على صفة دولة غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة أما نتنياهو فقد وصف خطاب عباس عن الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان بالافتراء وتخطى نتنياهو عباس ليترك مجمل خطابه إلى إيران مطالبا المنظمة الدولية بوضع خط أحمر واضح لبرنامج تخصيب اليورانيوم معلنا أن الوقت ينفد لأن تهران قطعت 70% على طريق القنبلة النووية المعارضون السوريون يبدأون هجوما حاسما على حلب وعباس يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونتنياهو يطالبه بوضع خط أحمر لبرنامج إيران النووي التفاصيل في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي باشرت مجموعة مقاتلة معارضة للنظام السوري هجوما حاسما في مدينة حلب في محاولة للسيطرة على كبرى مدن شمال سوريا وريفها وفي مقال أحد قادة لواء التوحيد المعارض الأكبر في المدينة إما أن تكون حلب لنا أو نهزم أفادت مصادر المعارضة عن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلين من الكتائب الثائرة والقوات النظامية في أحياء عدة في المدينة لا سيما حيي الإذاعة وسيف الدولة يشارك فيها مئات المقاتلين الذين سبق ونفذوا سلسلة هجمات على مواقع استراتيجية في المدينة وريفها تخللتها اشتباكات عنيفة قرب مطار النيرب العسكري في المحافظة كما هاجم المقاتلون حواجز ونقاط تجمع للقوات النظامية في ريفي حلب الغربي والجنوبي وبثت مواقع المعارضة مشاهد مؤثرة لمجزرة سقط فيها العشرات من الأشخاص وعلى خلفية السور صوت معلق ميداني يتهم القوات النظامية بارتكابها وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في أحياء الصخور والإشرافية وجمعية الزهراء داخل حلب وتعرضت أحياء الميسر ومساكن هنانو وطريق الباب في شرق المدينة لقصف عنيف من القوات النظامية وفي ريف دمشق واللاذقية وحمس مدينة دير الزور وريف حماء وإدلب وفي محافظة درعا أعاد النظام اقتحام بلدة المزيريب بعد أن أسر مسلحون معارضون عناصر قسم الشرطة في البلدة بحسب المرصد ويأتي ذلك غدا تيوم هو الأكثر دموية في النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا راح ضحيته ما يزيد على ثلاثمائة شخص في أنحاء متفرقة من البلاد بحسب المرصد إلى ذلك تبنت جبهة النصر الإسلامية المتشددة التفجيرين الذين استهدفا الأربعاء مقر رهيئة الأركان العامة في دمشق وأسفرا عن عدد كبير من القتلى والجرحة وفي تفاصيل العملية أوضحت الجبهة أن الهجوم نفذ على مرحلتين وبدأ بتفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب المبنى وأضافت أن أربعة مهاجمين انتحاريين تنكروا في هيئة حراس أمن دخلوا المجمع في سيارة ثانية وسيطروا على الطابق الأول واشتبكوا مع الجنود في الداخل قبل أن يفجروا السيارة ويشعلوا النار في المبنى الذي قتل فيه المسلحين الخمسة وقد بثت الزميل المنار صورا جديدة للهجومين والاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مسلحين معارضين سيطروا في عملية مزدوجة على مجمع هيئة الأركان في ساحة الأمويين حيث تمكنت لاحقا وحدة عسكرية تابعة للجيش النظامي من إعادة تحريره والقضاء على المسلحين الذين تحصنوا داخل المجمع لبعض الوقت ومع استمرار طرح الأزمة السورية على هامش الدورة السنوية السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة لتنال فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة مؤكدا ثقته بالحصول على دعم دولي لهذا الطلب وطلب مجلس الأمن بإصدار قرار يتضمن ركائز وأسس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليكون مرجعية ملزمة منددا بالاستيطان الإسرائيلي العنصري والكارثي للأراضي الفلسطينية المحتلة أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فطالب بوضع خط أحمر واضح لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني زعيما أن إيران قطعت 70% من الطريق التي ستتيح لها تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية وينبغي منعها من الوصول إلى مستوى التسعين وقد عرض نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة رسما لقنبلة يشير إلى مستويات عدة ورسم خط أحمر سميك عليه للتوضيح قصف جوي للطيران الحربي السوري داخل الأراضي السورية والأوضاع من الحدود اللبنانية في تقرير للزميل باسل العريدي مشاهد من الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية وتحديدا في مشاريع القاع والقصف هذا يتركز داخل الحدود السورية إنما بين ساعات العصر والفجر يتغير الوضع بحسب شهادات الأهالي فالتجوال يصبح مخاطرة لسيما أن منازل عدة داخل الأراضي اللبنانية كانت عرضة للحرق والتدمير هلأ كنت عم صلح لمولدي حجموا علي هببونا المازوت المازوت وأخذونا الحطاب ولحقوني بدون يعقضوني أهربت لجوة على الأراضي طالنا الرصاص كتير يوميا وما عم نحسن المولى بحسن الواحد يتحرك يعني هي حتى بالليل ما في يمشي عشرين متر حتى إذا مشي على الأهالية بطفي الضوء ومشي فيها ما في يتحام حتى بعيد عن الحدود سي ثلاثة كيلو متر هذه المنطقة هي خربة ماقية في مشاريع القاع وتبعد مئات الأمتار عن مراكز الاشتباكات وعلى الجبهة الأخرى من الحدود أي جرود عرسال كانت عرضة أيضا لغارات جوية وهنا تضربت المعلومات عما إذا طالت الأراضي اللبنانية أم أنها بقيت داخل الحدود السورية وفي كلتال حالتين فإن تداعيات الأزمة السورية بدت واضحة على حياة أهالي القرى اللبنانية الحدودية يبدو أن الطريق طويلة أمام انتهاء الأزمة السورية وفي مشاريع القاع كهذه الطريق لنحية الأمان والإنماء من خربة ماقية باسل العريضي قناة الجديد جلسة اللجان النيابية المشتركة تفضي إلى اتفاق على تكثيف الجلسات النواب فضلوا السجالات على الغوص في مواد مشاريع القوانين المقترحة تقرير لكريستين حبيب على بعد ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية يسعى نواب الأمة للعثور على قانون تجرى على أساسه هذه الانتخابات إلا أن الاقتراحات المطروحة على جدول أعمالهم لم تحظى بالوقت الكافي للنقاش فالساعات الثلاث من جلسة اللجان المشتركة سيطرت عليها المداخلات العمومية والسجالات الحامية أحيانا كذلك الذي دار بين النائبين مروان حميدة وعلي عمار على خلفية كلام حميدة عن فرض نسبية بقوة السلاح ما استدعى ردا من نواب حزب الله الغريب بالأمر أنه البعض حاول أن يربط رفضه للنسبية بموضوع السلاح في حين دافع عن الأكثرية واعتبر بأن ليس هناك مشكلة مع هذا السلاح في ظل النظام الأكثر في حين أن هناك مشكلة معه في ظل النظام الانتخابي النسبي أنا برأيي هذا الهدف منه واضح هو تعقيد النقاش وإعاقته وإبطاؤه وصولا إلى الإبقاء على الأمر الواقع الانتخابي كما هو وهو قانون الستين وأن ادعى البعض غير ذلك وضع مهلة زمنية لدراسة القوانين الانتخابية كان اقتراح نائب سامي الجميل وهو حظي بموافقة ظاهرية إلا أن مدير الجلسة النائب فريد مكاري رفضه على أساس أنه لا يمكن فرض أي مهل على مجلس النواب أو الحكومة نحن اقترحنا أنه بأول كانون الأول بنوقف المنقشات كنا أخذنا شهرين حكينا نقشنا فتنا بتفاصيل كل القوانين عدلنا اللي يجب يتعدل بنهاية بأول كانون الأول بينحيل هالقوانين إلى التصويت كرميلتا يصير فيه حقيقة فرصة بأنه يكون لدينا قانون جديد وكان لجميل وزميله جورج عدوان وبطرس حرب قد تقدموا باقتراح قانون يقوم على تقسيم لبنان خمسين دائرة انتخابية الهدف من هالاقتراح يلي قدمني طبعا يكون فيه تمثيل صحيح للمسيحيين ولبقية المكونات لأنه نحن حريصين أنه هالتمثيل الصحيح ما يكون فقط لمكونة وتشعر بقية المكونات أنه هي بهالتمثيل ما عندها هي نفس صحة التمثيل ما نسأل اليوم الكتلة التانية بـ 14 أدار شما وقفها ما نسأل الكتلة المستقبل شو رأيه بها لأنون باستثناء العموميات فيما يخص تأييد دوائل المصغرة لأنه الدوائل المصغرة كل واحد بفصلها وبقصة عقياسه باستنسبية فإذا كمان هذا بيرجع بأكد يلي كنا خايفين منه أنه هناك محاولة تضيع وقت من بعض الكتل من أجل تفويت على اللبنانيين وتحديدا المسيحيين تغيير قانون الانتخاب وحده وزير الداخلية بدل أكثر تفاؤلاً لناحية الانتهاء قريباً من دراسة القوانين المطلب اللي أنا طلبته وآخر مهلة أنا بقدر بقدر كوزير الداخلية حضر للانتخابات السنتجية أنه يكون أنون الانتخاب مصدق عليه بمجلس النواب آخر هالسنة وافقوا على هالطرح وسيكون آخر مهلة هي آخر السنة يعني بواحد واحد لألفين وثلاثة بتبلش وزارة الداخلية تحضر لانتخابات لألفين وثلاثة على أساس أنون جديد وفي المحصلة تقرر عقد جلستين أسبوعيتين لمناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية في مجالسهم الخاصة يكرر النواب أن لا انتخابات في العام 2013 وفي مجلسهم العام يفعلون المستحيل للإيحاء بأنهم مستعجلون عليها لكن ما يبدو واضحا حتى الساعة هو أن الانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة على البرلمان يبقى في خانة المحال من مجلس النواب كريستين حبيب قناة الجديد كتلة النائب وليد جملا تعلن رفضها مشروع قانون انتخاب قوى الرابع عشر من أبار من عين التيني ورئيس الجمهورية ميشيل السيمان يدعى محق المغتربين بالاقتراع في جبيل وغيرها من الأخبار في هذا التقرير للزميل رامز القاضي أمل وزير الأشغال العامة والناق الغاز العريض بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن تمر بشكل طبيعي يعبر فيه اللبنانيون عن خياراتهم السياسية مستبعدا احتمال تأجيل الانتخابات ما لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة لقانون الانتخابات لأن القانون موجود ويجب أن تكون عملية تأجيل خارج النقاش العريض وعاقب زيارته والوزيرين على الدين تر ووائل أبو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني أعلن رفض مشروع الدوائر الصغرى الذي تقدم به في فريق 14 من أذار نحن بالنسبة إلينا أعلن موقفا واضحا لسنا مع هذا المشروع في الوقت ذاتي قلنا بكل وضوح لسنا مع مشروع النسبي الذي يطرح بأشكال مختلفة ولذلك ميلنا نحن كفريق سياسي أن نبقى على القانون الحالي طبعا المناخ السياسي القائم حاليا لا يتيح الدخول في عملية إصلاحية كبيرة للقانون الانتخابي للوصول إلى العنوين الأساسية التي تاريخيا كنا أول من نادى بها لكن يجب أن نكون واقعيين وأن نستند إلى الوقائع القائمة فعلا على الأرض بالوحى السياسية للبنان دور أساسي في الشرق الأوسط وفي الأسرة العربية ولا يمكن لأحد أن يعطل هذا الدور كما لا نريد أن تغطي الظروف التي يمر بها البلد حقيقته لأنه يشكل قيمة حضرية ثمينة للبشرية موقف أعلنه البطرييرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي خلال استقباله وفضا طالبيا من جامعة القديس يوسف صعوباتنا المالية مع الشباب ندق إلى طريقة نضمكس بينهم المشاكل السياسية والأمنية والاجتماعية ونعرف نجوزهم لكن نحن حملين كنس كبير أساسي اسم الجامعة ما بدنا أي شيء يقدر يعطل هالمسيرة الراعي التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال الرسلان الذي وجه إليه دعوة لزيارة منطقة علي وهنأه على كل ما قام به في الفترات السابقة خصوصا فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها قدست الحبر الأعظم إلى لبنان مكررا موقفه الداعم لأقرار مبدأ النسبية في الانتخابات النيابية ورفضه أي قانون يعطي طابع التسلط والاحتكار في البلد أن السفير الإيراني غضان فرق أبادي رئيس تكاتل التغيير والإصلاح أن ابن شالعون بنجاته من محاولة الإغتيال التي تعرض لها وعرب عن شجب بلاده الإساءة إلى المقدسات والأديان السماوية مكررا القول أن الجميع مؤتفق على أن لا حل الأزمة السورية على المستوى العسكري أن اللجوء إلى هذا الأسلوب بغض النظر عن شخص الذي يستهتف هذا يتبر معامرة صحيونية لعجل فرقة بالمجتمع خاصة في هذه الظروف التي تؤكد الكل على الحفاظ على الاستقرار في لبنان واستطباب العام في كل المناطق هذا يطير صؤالا مهما وعلامة واستفهام مهم لماذا بالضغط في هذه الظروف هم يقومون بمحاولة اغتيال قيادي بارز كجنرال عون رئيس الجمهورية العماد ميشيل سيمان أشار إلى أن قانون الانتخاب هو الحجر الأساس في كل نظام ديمقراطي مشددا على أن المطلوب أن يعطى المغتربون حق الاختراع سيمان كان يتحدث من خلال شاشة عملاقة في افتتاح احتفال صوتنا للوطن إلى حق المغتربين في انتخابات 2013 في مدينة جبيل وليكن معلوما أن استعادة الجنسية وحق الانتخاب لا يهدفان إلى قلب المعادلات السياسية ولا إلى تحقيق توازنات طائفية والأمل معقود على السلطة الاشتراعية لإقرار قانون انتخاب عصري ينسجم مع روح الدستور ومثاقيته ويجنب الاستفافات المذهبية والطائفية وأحالية التمثيل ويعزز العيش الواحد ويتيح كذلك المجال أمام الشباب اللبناني والمغترب الذين بلغوا السمنة عشر للانتخاب أسوة بشباب الدول التي يعيشون فيها بمحبة واحترام وانفتاح استحوذت الأزمة السورية على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون في نيويورك في مواصل ميقاتي اجتماعاته الذي يجريها مع عدد من رؤساء الوفود العربية والأجنبية فالتقى الرئيس القبرصي وبحث معه في العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع ليبيا مواضيع بحثها ميقاتي مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي والتقى ميقاتي الرئيس المصري محمد مرسي ونظرائه الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والقطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر الثاني إضافة إلى وزيري خارجية تركيا أحمد داود أوغلو والبلغاري نيكولاي منونيف انطلق في مدينة سور مهرجان التصوير تحت الماء بمشاركة غطسين من تركيا وكرواتيا ومصر ولبنان وسيحاول الغطسون في المسابقة التي ترعاها وزارة السياحة الخروجة بنتائج مهمة عن المدينة الفينقية القديمة زر وفد من الأمم المتحدة برئاسة الموفد الخاص الأمم المتحدة داريك بلاملي منطقة البقاع وجل على الحدود اللبنانية السورية في منطقة عرسال وتفقد أوضاع النازحين والتقى كبار ضباط الجيش اللبناني في ثكانة أبلح واختتم اللقاء في منزل النائب علي المقداد في مقني بحضور رئيس بلدية بعلبك هاشم عثمان ورئيس بلدية مقني فادي المقداد رد أصدقاء حبيب الشرطوني على استجواب عضو كتة القوات اللبنانية النائب إلي كيروز للحكومة للنظر في قضية اغتيال حبيب الشرطوني واغتيال الرئيس بشير الجميل واتهامه إياها باللجدية بالقول أن كيروز ومنهم على شكلته في القوات آخر من يحق لهم محاكمة الشرطوني فهل نسي الأخير أن رئيسه سمير جعجة أدين بالمؤبد في اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي أو أن ضحايا القوات كالرئيس كرامي والوزير توني فرنجي ودوني شمعون هم أقل شأنا من بشير جميل كل صحفي يدخل سوريا معرض للخطر فإذا دخل من جهة الجيش النظامي هو مهدد من بعض الجهات المعارضة وإذا ألقي القبض عليه مع المجموعات المعارضة يصبح منتهما ماذا حدث يوم اختفى مراسل قناة الحرة بشار فهمي وتوفيت الصحفية اليابانية في حلب في أول أيام العيد ومن هي الجهة التي أخفت بشار تحقيق كانت قد أعدته الزميلة نوال بري من سوريا قبل شهر أو أكثر بقليل وعلى الحدود التركية السورية التي باتت كبلة للصحفيين التقينا بهما بشار فهمي مراسل قناة الحرة وميكا ياماموتو المراسلة اليابانية بطبيعة الحال وبحكم اللغة توطدت العلاقة بيننا وبين بشار سريعا كان الرجل مثلنا ومثل مئات الصحفيين سواه قد قصد باب السلامة للعبور إلى سوريا بعدما أغلقت كل الحدود الأخرى في وجه الصحافة أسبوع قضيناه مترافقين ندخل ونخرج إلى أعزاز لتصوير أحوال الناس فكان هو وكاميرته اليدوية توأمان لا يتفارقان وقبل يوم من العيد قررنا العودة إلى لبنان أما هو فقرر الدخول إلى حلب مع مصور القناة التركي جنيد أونال في هذا اليوم قتلت ميكا ياماموتو وأصيب بشار واختفى وقد نفى الجيش السوري أن يكون في عهدته أما جنيد فظهر على التلفزيون السوري معترفا أو ربما مرغما على الاعتراف ما الذي حدث هذا اليوم؟ هي الرحلة نفسها التي كنا قد قمنا بها سابقا للدخول إلى حلب أي الاتفاق مع صائق فان من أعزاز للذهاب بجولة إلى المدينة عبر الطرق الزراعية فكانت الانطلاقة من أعزاز تركي ما بيعري أي كلام عربي راح مع الأستاذ بشار والأستاذ بشار ما تعارف بنهار العيد بأعزاز بواحي حلبي قيلوا أنا بفوتكم لحلب ولمنطقة أمان وبالصوروا بتعملوا إخبار وبرجعكم بأمان ليه برأيك ما تلاح عنه حس يعني هو كانوا مع بعض؟ كانوا مع بعض ما عم نعرفه أنه ليش ما عيفهروا بقى إذا جريح وبالمستشفى ما عم يقلوا فيه أو عشاني أصله بل أصل فلسطيني ومعه جواز أوردني قبرواني أننا نروح لعزاب لكي نظهر لتاني يوم لحلب يعني لطل حلب قلت لهم ما فيه مشكلة أخذتهم أخذت معي المصور يمكن اسمه جنيد حسب ما بتذكر يعني وراح نام عندي الشاب اللي من المنطقة من عنا أخذوا على الحلب سألته أنا هاي الصورة يعني مين طلعت وحامل يمكن كانت مفبرك قال لي لأ هو الشاب شاف الشباب جيش الحر وحب يحمل الخازفك لصور صورة للذكرى يعني التلفزيون الياباني عرض آخر مصورته ميكا حيث يظهر بشار معها في الفان ورحلتها في الأحياء السكنية حيث تحدثت مع الناس إلى أن أطفئت عدستها مع بدء إطلاق النار زميل ميكا وهو زوجها الصابق استطاع الفرار والصائق الذي كان معهم وقد أخبر الصائق الجديد تفاصيل هذا النهار المشؤوم كماعي بشار قبل بنهار قال لي بكرة بدنا نسوي موعد ننزل لحلب فيه ونشوف اللي عب صير لحلب ونالهم في مشكلة اتفقنا على موعد كان هو 9 الصباح أطلع للبوابي التركية جيبه وأطلع لحلب الآن أثناء هذا تجي طيار تميك تجي طيار تميك تقصف قريب من المكان اللي نحن موجودين فيه طلب بشار والصحفية منه أنه بحيث يطلعوا معهم الشباب ما رادوا يطلعوا معهم جيش الحر أنه منطقة وما هي آمنة ما هي محررة وقريبة عليها سكنة هنانو عب يصير منا قصب فقال لهم ما بنصحكم تطلعون فأصر بشار أنه أنه منطلع ما في مشكلة برفقتكم نحن مو بدنا نمشي معكم كذا إلى آخره قالوا له أوكي قالوا له أوكي تفضلوا طلعوا طلعنا في السيارة طلعنا في السيارة وصلنا لمكان يعني ما عاد تحسين تتقدم فيه السيارة أكتر من هيك فصفنا السيارات ونزلنا من السيارات فجأة طلعوا لباس مدني وجعبة وبريدة ففتكروا أنه قسم منه نفتكر أنه جيش حرر فالصحفية هنا توزعوا يعني كل من راح باتجاه بشار الصوب بكتفه أخذوهن أسير كان جنيد وكان بشار المصور التركي ما زال رهن الاعتقال ولا أنباء عن بشار حتى الساعة بالرغم من تأكيدات البعض بأن الجهة نفسها هي التي سحبت كلاهما من المكان وهذه الجهة بالنسبة لهذا البعض هي جهة مجهولة معلومة من أعزاز السورية نوال بري قناة الجديد مشاع هي حملة للمطالبة بالأملاك العامة والبحرية تنطلق يوم الجمعة من سان جورج تقرير للزميل رامي الأمين للفنان أحمد قعبور الذي لحن أغنيات من مستوى البلد ماشي والعيونك أغنية قديمة يقول فيها أن رصيف البحر مش لحدا رصيف البحر لكل الناس بيد أن البحر ورصيفه في منطقة ما يسمى بالزيتون بي يبدوان لناس دون ناس ولهذا السبب أطلق ناشطون وناشطات حملة مشاع للمطالبة بالأملاك العامة لكي تكون مساحات تلاق بين اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم يعني زيتون بي شو خاصة؟ زيتون بي هي مكتوب علي برايفر بروبيتي رجو طعمي ناشطة في الحملة تقول إن الهدف منها توعية الناس إلى حقوقهم في المساحات العامة التي سيطرت عليها شركات خاصة بتواطئ من الدولة أنا أسأل فيكم أنت صوير مكينو جالي أنا على الرصير لسهم مكينو جالي مين أنت؟ مين أنت؟ أنا موظف دارسي إلا لسولداء إننا نحن فيتين صور هو وغير مالغ الحق المعقلة فضل فوق دقلهم دقلهم أول شيء هيدول الأماكن كلهم كان مكتوب عليهم مباعد فوانون أفكرة بس مكتوب عليهم برايفر بروبيتي هيدا الشيء مفروض ما قلهم حق أو شيء يحطوا عليه إنه هيدا مكان خاص هيدا مكان عام ولازم الناس يقدروا يفهموا إنه هون فيهم يعملوا اللي بالدنيا فيهم يجو فيهم يقعدوا فيهم يشربوا فيهم يغنوا فيهم يحطوا موسيقة فيهم يأرقلوا فيهم يأكلوا عرانيس ليش الكورنيش بدأت تكون مفتوحة لجميع وهون هيدا اكملت الكورنيش وهيدا الشيء كله مفروض يكون عليه عالم شعب حول ثلاثة شبان بإعاز مننا التصرف بحرية على الرصيف البحري الذي من المفترض أنه ملك لكل الناس دخلوا من دون أن يعترضهم أحد وحينما بدأوا بافتراش الرصيف البحري للجلوس استنفر رجال الأمن الخاصون بشركة سوريدير وعلموهم بأن الجلوس هنا ممنوع ثم ما انشاهدوا الكاميرا حتى أصبح الممنوع مسموحا الخبير الاقتصادي ووزير المال الأسبق جورج قرم يضيء على أهمية المساحات العامة في بيروت التي وقعت ضحية جريمة كبرى تدعى سوريدير ففي معظم الدول المتمدنة الوصول إلى البحر هو حر لجميع الناس ولا يدفع المواطن أي شيء الذي يصل إلى البحر البحر ملكيته بنهاية الأمر كما أنه نحن نعلم كيف صار فيه التجاوزات حول القانون الأملاك البحرية ولم يعالج الموضوع منذ سنين وسنين صار فيه قوانين مشحفة طبعا بالإضافة لقانون سوريدير وبما أنه سوريدير دولة دي من الدولة بتحصل من مجلس الوزراء على كل ما تريده وتتصرف كأنه ليس هناك لا ملك عام ولا ملك خاص أنتوا فيما دا تتصور مينة الزيتونة؟ ما مصور هون على الشيء على الطريق هاك فيك تتصور بس لعنا ها فيك تتصور ديكون معا شورة عندكم على المطاعم ما مصور المطاعم مصور هيك شو فيه بالمطاعم ديكون معا أزم فيك تتصور نحن الناس يقول قعبور في أغنيته ذاتها والناس إذا ما أرادوا فعلوا وهم دعوون كلهم إلى حفلة إطلاق حملة مشاع في منطقة السان جورج الجمعة في الساعة الثامنة مساء حركة مرسي تثير عاصفة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك انتقادات لسحناوي وجوجل الخاسرة بسبب المقاطعة تحتفل وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع زميل إبراهيم تسوقي الرئيس المصري محمد مرسي نجم يوتيوب بها اليومين فيديو له نشر مبارح صار محق أكثر من 800 ألف مشاهدة مقدم برنامج The Project على قناة TAN الأسترالية اللي نشرت الفيديو كان عم بيعلق على الحركة غير الليئة اللي صدرت من مرسي وقال إنه كان عم بيحاول يأثر على رئيسة وزراء أستراليا جوليا جيار على فيسبوك وزير الاتصالات الأولى صحناوي كان عم يتعرض لانتقاد كتير كبير والسبب نشر صورته على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وبغض النظر عن فكرة الصورة واللي واضح أنه الوزير خضع لجلسة تصوير خاصة كرميلة إلا أنه الانتقادات اجت من منطلق رفض استعمال موقع الوزارة الرسمي وكأنه موقع للوزير علما أنه بالسابق نفس الأمر حصل مع الوزير جبلان باسيل لما وضعت صورته على الوقع وزارة الطاقة على تويتر خبر مؤسف آلين عنه اليوم وتصدر قائمة المواضيع المهمة وهو وفاة الطفلة أفالانا روث وعمره ست سنين بعد صراع مع نوع فريد من مرض السرطان صابة بالرأس تغريدي كانت عم بتقول أو العالم خسر محاربة بس السماء كسبت ملاك ونعمل لها أكتر من 41 ألف ريتويت أو إعادة شهرة أفالانا حققتها من بعد ما كانت من أشد المعجبات بجاستن بيبر وكانت تصورت بالمستشفى لابسي تي شورت مكتوب عليها السيدي بيبر وحد صورة جيستن وقالت أنه هو زوجة المستقبلة ولاحي أن تم ترتيب لقاء لإيلا مع بيبر وكانت فرحتها لا توصف أخيراً اللي فاتوا اليوم على موقع جوجل انتبهوا لأنه محرك البحث الأول بالعالم كان عم يحتفل بعيد ميلاده الـ 14 لوجو الموقع كان على صدر الصفحة وكان على شكل قالب جاتوا عليه 14 شمعة الموقع يلي انطلق بمبادرة فردي من لاري بيج ولاحقاً شاركوا سور جيبرين بيحتل الموقع الأول بالعالم بحسب الإحصاءات وتقدر قيمته المالية بنحو 200 مليار دولار وأكتر من 90% من مدخوله بيجي من الإعلانات حيث كان له دور كتير كبير بتغيير شكل وحركة سوق الإعلانات بالعالم مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا للليلة بعد أربعة أشهر من الخطف في سوريا كيف يصف المخطوف المحرر عوض إبراهيم يومه الأول في منزله في الضحي استعبلوا البطل استعبلوا فارس الكرسان هذا الحلم عن تنسان محمولاً على الأكتاف وسط فرحة نغص على أصحابها بقاء تسعة لبنانيين مخطفين في سوريا وصل عوض إبراهيم المحرر الثاني من بين أيدي أبو إبراهيم إلى منزله مساء الأربعاء وصباحاً جلس عوض محاطاً بالأصدقاء والأقرباء أمام منزلي في حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت يضلق التهنئة من هذا ويرد على أسئلة ذاك أما تفاصيل الليلة الأولى بعد غياب قصري دم أربعة أشهر فينقلها إلينا المخطوف المحرر ليتشاطرها معه المحرر الأول حسين عمر الذي أتى للأطمئنان إلى صديقه وإلى أخبار المخطوفين الرهائن الآخرين الأول الليلة كيف تصفنا يا همزة؟ هي مشتركة من بعضكم كيف تكون؟ أي ساعة؟ للخمسة الصباح أنا قاعدة أنا وعايدة للخمسة الصباح النهار ما بنوصف عن جد ما بنوصف بس مثل ما عم بيقول خي أبو علي أنه عقلي كله عند التسعة إن شاء الله يا رب يجيو لأنه صدق نفسيتهم كتير تعبيني كتير كتير مشي شوار ما عرفوا فلين ما عرفوا فلين يعني الطريقة اللي طلعونا فيها ما عرفوا فلين بسلا قالونا نقلين كنا حلب ووصلنا عم طرح نزلوه الصدفي أنا قوم لني ذاك عند الحكيم بايد فقاطي عابونا على الحكيم تيري الحكيم جابوني عند أهله يعني ما عرفوا إنه فيدي لا بعد لحد يتها الأمت أقلمت مع الله عم بطلع ساعتين الصبح واجع على البيت يعني شوفير تكسي بطلع ساعتين الصبح وبرجع ضايج هك يعني بعدني وبالليل شي بتغطعيني بشوفوا نحو لي العشرة يعني بعد الحديث هلأ ما تأقلمت مع الجو اللي هون بلبنان لأنه 95 نهار عاشت معهم هاي التجربة علمتنا المقاسي والصبر ويضل إنسان بتيك العرب العالمين ويكون واحد يزوائع بمطاب يكون قدو والحمد لله إن شاء الله بتكون غيمة ومرأين وعقبال الغيمة ما تمروا عن الكل من هم بدي أول ليلة قولت للا مرتو خدها قلت للا ليلة قايلي أنا قلت للا حبيبتي ما على الشي اسمحيلي عاد تحت جراي بوصل لجراي بوصل لدائي طول هالليل لساعة خمسة الصابر قلت للا معلش اسمحيلي بس هالليل يا ماما أنا أنت مثل بنتي بس أنا قلبي لها بامش أنا صرت لها ضيعت قلت لما عش عرفت يعني بدي عيت لأسامي ولدي عندي سبع شباب عيت لما لا يا عوض إله هو وهو مش موجود وفي أثناء حديثنا إلى عوض أصيب بعارض صحي فسارعت الزوجة إلى إحضار الأدوية فردد أحد الموجودين لا تكره شيئا لعله خير لكم في إشارة إلى أن سبب إطلاق سراحه هو وضعه الصحي المتدهور الآن ننتقل لمتابعة آخر أخبار النشرة الفنية والزميلة دارين مساء الخير مساء نور كيفك؟ نيحة مميش الحال؟ اليوم حلوة الكربات لوني لوني شو عنا الليل اليوم في عنا أخبار كتيرة رح نبدأ بالتحقيق مع سارج نجار يلي هو فوتوغرافر ومصور كتير صور حلوة وهو ابنه لأبراهيم نجار فروفيسور إبراهيم نجار وهو محامي سارج ولكن فيه له قصة حلوة حول كيف بدايته بالتصفير رح نشوفها منتبعة بالتحقيق أما بالبانوراما للليلة ففي عنا أخبار كمانة حلوة عن سلينة عبدالنور عن أمى الحجازي وصورة بنتها لأول مرة رح يشوفوها المشاهدين وعن كيم كارداشين فبير نتابع إذن رصانا في المحامات كما في التصوير سارج نجار فرخ البط ما كان عوين بالسياسة إنه ما كان فنان منتبع سويا سارج نجار محامن مشى على خطى والده لبروفيسور إبغاهيم نجار إلا أنه اكتشف مؤخرا ميله إلى فن التصوير فلم يكتفي به كهواية بل أتقنه من خلال دراسة جامعية سارج نجار نحن اليوم موجودين بأول معرض لألك رح نشوف فوتو أول ما تطلع اليون بتحسبي دي فورم جيومتريكي برسيز وبعدين بتصير تغوص أكتر وأكتر كل ما تطلع على الصورة خبرني مشوارك أدي عمرو وإمتي نبلش سنة ونص وبلش وقتها بلشت أخد كرات تصوير ما كنت أبدا مفتكر أنه أنا أقدر يعني صور أو يمكن أعمل وقتها بلشت أخد كرات صور كمانا حطيت بروغرام اسمه إنستاغرام إنستاغرام الإنستاغرام بعد جمانا جمهوري اللي كانت تعلمني بالأسجي تقلي حاش بقى تاخد صور بهالموبايل تعلم تستعمل هالكاميرا إلا أنا ما بعرف إذا مرتاح للتكنيك بعد أنا مرتاح إنه أخد الصورة بشكل عفوي وقلت لي أنه كانت صورة تقريباً وقلت علي بالأربعة تلاف وخمس تلاف لايك في نيويورك أو كاليفورنيا في أمريكا قالوا لي بنا نعمل آرتيكل عليك تفسر شوية شو هال يعني شو هال ميستري هيدا ليه تحط صور أنت وبعندك هل أدي لايك وفي ناس عندهم يمكن خمسين الفالور تحطوا صورة بتلع لهم متين لايك أو تثنين لايك عملوا آرتيكل حطوا على البلوغ طبعاً وفرجوا لثلثلاثين مليون إنستغرام سرج نجاعر لما يشوف صور لغيره لفوتوغرافر صغيره مين بحب ومين بيونطر يعني هو أنت مين تنطر بيعمل فرما ثلاث متار بأربع متار ويعني عنده لابراتوار الوحده فيه يمكن ثمانين شخص بيساعدوه ليظهر هالصور ويمكن اليوم بصورة جورسكي حقها ثلاثة مليون وقربعمائة ألف دولار يعني تقلك قدي السور اليوم أخذت أهمية لما بدنا نوصف سرج نجاعر منقول عنه شخص بيساعدوه بيحب المدينة كتير بيحب مدينة بيروت كتير وبيحب فرنسا كتير مش بس فرنسا أو بيروت بحب المدن وأكتر بميل لل بحياته للإشه الضغري يعني ستريت فورد أنت لأنه بالتصوير ما في تكزيد ايه صح بتصوري بتعرض شخصيته اي يعني اللي بتصوريه هيدا هو ما بتكزب الصورة بتقول الإشه مثل ما هي يمكن هون بتوصل أنت بين المحامي اللي هو بتكون دائمًا صادق وصورك اللي بتبين أنك صادق من غالوريك الثاني في الحامرة دارين شاهين قناته الجديد أول صورة لبنة أمل حجازي والنجمة سيرين عبد النور الرسوسة لدى الموساد الإسرائيلي وكروما مستحضر جديد للأخوات كارداشينز نتابع سوياً نشرت الفنانة أمل حجازي على تويتر الصورة الأولى لابنتها لاران وتلقت أمل تعليقات معجبيها الذين هنقوها بالمولودة الجديدة وتمنوا لها الصحة والسعادة ونحن بدورنا من إليك مبروك أكدت النجمة سيرين عبد النور أنها تعاقدت مع التلفزيون المصري لإنتاج مسلسل فتاة من الشرق حيث ستجسد دور الجاسوسة المصرية أمينة المفتي التي وصلت لمناصب سياسية رفيعة وهي أشهر شخصية جاسوسية في الموساد الإسرائيلي من جهة أخرى كشفت عبد النور أن أغنيتها الجديدة حبيبي ستعرض قريباً بعدما صورتها فيديو كليب بعد إطلاقهن المجموعة الخاصة بالثياب والأزياء تحت عنوان كولكشن كارداشن عبرت أشقيقات كارداشن عن سعادتهن بإطلاق مستحضرات تجميل من توقيعهن فلقد انشغلنا في الفترة الأخيرة بتحضيرها واخترنا لها اسم كروما بيوتي هذا كان كل شيء يعطيك ألف عافية شكراً لك والآن طبعاً تذكير بأهم مكان في نشاتنا قانون الانتخاب مكانك ناقش طرحنا نحن بالجلسة أنه يكون في مهلة زمانية بينتهي فيها النقاش ويحالوا القوانين بالحال اللي هن فيها إلى التصويت الغريب بالأمر أنه البعض حاول أن يربط رفضه للنسبية بموضوع السلاح وجمبلات راغب في الستين قصف ما وراء الحدود طالنا الرصاص كتير يومياً وما عم نحسن أنه مولى بحسن الواحد يتحرك يعني هاي وكان في الخاص السحافة في مرمى نيران الحروب هكذا هجمت الأركان نتنياهو عباس يتبادلان الفشل تحت سقف نيويورك وكان في النشة ابن الوزير فنان دمتم بألف خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر